السلام عليكم مرحبا بكم معي في وصفة جديدة على قناتكم صفاء ديليس انتنا تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله يا رب وامركم على خير اعواشركم بروكة اليوم ان شاء الله غد نحض نوعكم حلوية العيد بعجين واحد غد نخرجوا منه خمسة ديال الاشكال بدون طابع بدون قطاعة غد نحضروا بطريقة سهلة كيجي الشكل ديالهم هكذا جوين وممكن تقدمهم هكذا في العيد وتنوعوا بيهم واهم حاجة انهم اقتصاديين وما كيحتاجوش بزاف ديال الوقت في التحضير ديالهم ضغية ممكن تحضرهم فكنتمنى انهم ينعلوا اعجابكم ونجربوهم وندوز معكم مباشرة باش نشوفوا المقادر وطريقة التحضير بالنسبة المكونات غد نحتاجوا 250 جرام من زبداليينة يعني بحرارة المطبخ ممكن تستعملوا زبدالة حيوانية او مارغارين من الاحسن زبدالة حيوانية عندي جوش كؤوس من السكر سانيدة جوش كؤوس من زيت ثلاث بيضات بحرارة المطبخ سنحتاجوا ملعقة سان كبار من نشا هكذا سنحتاجوا كيس سكر فاني كيس خميرة الحلويات من يقرام وسنحتاجوا دقيق ابيض هكذا خاص بالحلويات يكون نوعية جيدة لسبق اللي اغربلتو سنقول لكم الكيمياء بالضبط اللي سنحتاجوا فاول حاجة كناخدو ايناء كنديرو فيها هكذا الزبدة سنضيف لها السكر وكنحاول نخلطهم بزيان انا هنا سنستعمل غلية ديالي الطريقة العادية اللي كنحضروا بها الحلوة الا بغيت انتم ممكن استعملوا طراب كهربائي تخلطوا هاد المكونات الاولى عاد من بعد زولوا الطراب الكهربائي وتكملوا الجمع ديال العجن ولا تجمعوا الحلوة باديكم ضفت جوشكو اوسع زيت خلطهم مزيان سنضيف ثلاثة ديال البيضات وكنعود هكذا نخلطهم مزيان سنضيف لهم القليل من الملح كيس من السكر فاني ملعقة سنكبار هكذا عامرين منشا كيس من خميرة الحلويات وكنخلطهم بهذا الشكل الان سنضيف هكذا دقيق دقيق فكاسقو كتضيفو هكذا بشوية بشوية يعني ما كتضيفوش الكيمياء كاملة دقة واحدة كتضيفو هكذا بشوية بشوية وانتوما كتجمعوا العجين بالنسبة العجين فغير كيتجمع لينا ما كيبقاش كتل الصقع كنتوقفو على الاضافة ديال الدقيق انا هنا عندي كيلو تعدقيق وزد ضفت شوية يعني غدي تحتاجوا ما بين كيلو حتى الكيلو ميتين كرام كتحطو كيلو كتضيفو هكذا كمية قليلة تعدقيق الى بقى لكم هكذا العجين كتل الصقع كترجعو كتضيفو شوية تعدقيق مهم غير ما كيبقاش هكذا كتل الصقع كنتوقفو على الاضافة ديال الدقيق خديتو هكذا مباشرة قسمتو على خمسة باش كنخرجو منو هكذا خمسة ديال ديالش كيلاز هكذا ديال حلوة الشكل الاول خديتو وغدي نضيف لي ملعقة كبيرة من الكوك او لجوز الهند اللي سبق لي وطحنتو وخيكون عندكم نوعية جيدة من الاحسن انا كم طحنو غدي ناخد هنا ملعقة كبيرة من السكر ملعقة كبيرة من الكوك او لجوز الهند وكنناخد هكذا كوريات هكذا من العجين كنشكلهم هكذا بشكل طولي وغدي نوضعهم في هذا الخليط الكوك والسكر باش غدي نشكل منهم موحد الهيلالات يعني بهذا الشكل فهذا الشكل هذا نصيحة لنعطيكم باش ننجح لكم هاد الشكل هذا ماسك بروش بزاف يعني لا قدرتو تديرو صغر من هادا اللي درت فيجيكم احسن باش يخرج ليكم كمية اكثر وحتى الشكل كيجيكم هكذا متول لانه ما زال كيتنفخ ليكم شوية هكذا في الفران وبالنسبة الفران باش طيبوا هاد الحلوة هدي دي الهلال اي حلوة يعني وخصوصا هادى من الاحسن الفران يكون يعني يسخون هكذا شوية يعني يسخنوه من قبل باش ما تزيتش كتنفخ ليكم ولا كتسيح ليكم وكيتخسر هكذا الشكل ديالها باش نجح ليكم الفران سبق لي اشتعلتو من تحت ومن فوق قليتو كيسخون كندخل هاد الحلوة على ميو سينيو سبعين داراجة وكنخليها حتى كتطيب وكتحمر وكنخرجها من الفران من بعد ما كتخرجوها فما كتقيسوهاش لانها كتكون ما زاله شيشة خليها حتى كتبرد تماما عد ديك ساعة ممكن لانكم تزينوها وتقدموها فانا غدي نخليها كده جانبا غدي نكمل الاشكال الاخرى عاد من بعد غدي ندوز معاكم طريقة ديال تزينتيا لهم خديت هنا الشكل التاني ما ضفت لي احتشي اضافات سرحتو هكذا ما بينجوج ديال بلاستيكات وكناخد هكذا كاس يعني كاس عادي وكام دا كنقطع بهد الشكل باش كنحصل هكذا على هالهيلة ثلاثة وكام قام السمرة بها الطريقة مباشرة بدما نقطعهم كنوضعهم هكذا في السينية سعفون اللي فرشت له هكذا بابيكويسو وكام قام السمرة كنقطع العجين كامل بعد هذو كلي العجين شاطلية كنجمعه كنعود نسرحو بنفس طريقة حتى نكمل هالكيميا كاملة من بعد ما كملتهم فكناخدو هنا ابيض بيضة وكندهنهم كتحاولو كدهنو هكذا بكيميا بكيميا لان بيض البيض كنشف باش يلسق لكم هنا اخديت كاوكاو ممكن استعملوا كاوكاو ممكن استعملوا اللوز على حساب اللي توفر عندكم ولا اللي بغيتو كندهن هكذا كيميا اخرى وكامدة كننرشهم بها الطريقة بعد من نفس الطريقة كندخلهم الفران من تحت ومن فوق متجهدوش عليهم بزاف فران لان هادو كيكونوا هكذا شوية رقاق وبالنسبة لهاد الحلوة فمترقوهاش بزاف خليوها شوية هي مازال غتنفخ شوية وانكن ما ترقوهاش بزاف بحساب لي صافي فأنا هنه غدي ندخل هالفران كنشعبلها من تحت ومن فوق على نار هكذا يعني متكونش بجهده 150 درجة باركا وكتخلي واحدة كطيب كتخرجوها كتخلي واحدة كتبرد لانه باش متهرش ليكم كتخلي واحدة كتبرد وكيكون هادو الشكل دياله وحتى هي فغادي نزينها معاكم ممكن تخلي واحدة ولا ممكن زينها كيف غادي ندير معاكم ودعا بندز معاكم الشكل الثالث الشكل الثالث قدي نضيف لي هنا كيس من السكر هكذا تاع زهرة البرتقال اللي كيكون منسه هكذا بالبرتقال وكنخلطو هكذا مزيان من بعد كناخدو غادي نحاول نشكل منو هكذا كويرات هادو الشكل هادو كيجي تقريبا بحريش بومب غير هو ما غاديش نلسقوه واحدة معا وحدة كنديرو هكذا الحجم دياله متوسط ما يكونوش صغار بزاف انا ما غاديش نلسقوهم وما يكونوش كبار بزاف باش يجيونا هكذا صغورين وكيخرجو لنا كيميا كتيرة من بعد ما كملت هادو الكيميا اللي حصلت عليها كندخلوها بنفس طريقة الفران كنشلي لها منص게 من فوق كنخليوها حتى يكتب ومن بعد كنخرجوها من الفران فغير كيو لي هكذا اللون ديالها دهبي بنفس الطافي نخرجوها من الفران ما كنخليوش يعني كتتتتتتتتحمر بزاف باش ما تصحيحش لكم كنخليوها بنفس طريقة هكذا كسبرد بعشق حتى نزينوها ونزين معاكم دابل الشكل الرابع شكل الرابع فكناخذ هكذا العجين نضيف كيس من الكاكا والمر ونحن نخلطوا جيدا بالنسبة للشكل ,فمن الأحسن ،لا تضيف العجين في الأول كمية كثيرة من الدقيق لكي لا تقصحت لكم كما يتحتاج الى كمية من العجين ضيفوها كاكا والمر بعد الكيمية الأخرى ضيفو الحياة نأخذ الكوريات نضيفها في زنجلان يمكن استعملون زنجلان يمكن استعملون كاكا مهرمش يمكن استعملون اللوز مهرمش فعلى حسب الرغبة ديالكم هنا باش ما كان عمرش هكذا ايدي في زنجلان وكان ارجع هكذا العجين غادي نحاول نشكلو هكذا كويراس يعني كامل من بعد كاندوزو هكذا في زنجلان وكان وضعو هكذا في صينيات على الفرن نحاولو نضغطو عليه غير هكذا شوية وكم قمسة مرة بها الطريقة سنكمل تشكيله هكذا كامل نضغطوه هكذا حفرة في الوسط وحكي تشقق لكم هكذا شوية فمشي مشكل مهم نضغطوه هكذا حفرة في الوسط نضغطو الفرن نضغطوه بنفس طريقة كيطيب من تحت ومن فوق حسا كيطيب وكنخرجوه باش حسا هو غادي نزينه وبالنسبة الشكل الاخير والشكل الخامس اللي بقى لنا فاخديتو غادي نشكلو هكذا كويرات فاخليتو غير هكذا بدون اي اضافة سبقتو تنسموه بشي حاجة ممكن انا غادي نخلي غير هكذا لان من بعد غادي نزينوه مازال بالشكلات ودعبا بعد ما طيبتم كاملين غادي ندوز معكم للتزين ديالهم خديت هنا يا المربسة ال هادا ديال المشماش اللي كيكون خاص بالحلوية سضفتلي شوية لع المزهر واحد جوج معالق ثلاثة كبار هكذا ديال المزهر سخنتهم شوية وغادي نضيف ليهم هنا يا ولا غادي نوضع هاد الحلوه هادي كنخلي هاد الحلوه هادي اللي نسمتها بسكر ديال زهرة البرتقال لانك يتواسع هكذا المضاق دياله مع المربة ديال المشماش غادي نخليهم شوية ما كنهزوهم شو مباشرة شوية كتشربوا لنا هادا المربة بعد كنهزوهم وكنوضعوهم هكذا في الكوك او لجوز الهند كنغطوهم وكنوضعوهم هكذا مباشرة كنهزوürü بالنسبة للشكل الثاني هدا ينا jig除 المكايت في هذا المكايف نأخذ هكذا شوك 그렇죠 بي personal يمش ليتوم بارس وكنوضعوه غير هكذا غير هاد القنيته هاد friends كنغطوهم نوضعوهم هكذا ممكن يؤمن حسنا أخذت هاد الحلوه بالتوبة وابابي ق technicians وكنوضعوهم حول كان claps يمكنك تقدموهم ولا توضعوهم في علبة تحصفو بهم الشكل الثالث هذا الهيلالات فأنا اخذيت هكذا شوكولاتة سوداء اللي دورتها وضعت شوية هكذا في بلاسيك على شكل هكذا كورني قمت بها هكذا تقبة وضعت هكذا خطوط هكذا رقاقين ونجعل هذه الشوكولاتة حتى ينشف كيكون عندنا هكذا الشكل جاهز بالنسبة لهذا الشكل هذا فأخذيت هنا شوكولاتة بلا شوكولاتة هكذا يعني بيض دو بتوضفت لي حتى هو شوية على الزيت يعني واحدة معلقة صغيرات على الزيت وكان اغطيه او لا كان وضعه في هالتقبات اللي وضعتهم كان اغطيهم هكذا بشوكولات سافي وقد نخلي حتى هو واحدة كينشف وبالنسبة لهذا الشكل هذا الشكل الاخير هذا اللي بشكل تغير هكذا كويراس فأخذيت هنا شوكولاتة سوداء دوزها ضفت ليها القليل هكذا من الزيت واحدة ملعقة كبيرة من الزيت وضفت ليها هنا يا كوكا واللي مهرمش ومحمر ضروري انه يكون محمر ولا اللوز اللي محمر ومهرمش ولا اللوز كونكاسي اي حاجة مهم بغيتوا ممكن تستعملوها مهم وضعتوا بهذا الشكل بحل هذا الشوكولات دي الفريرو وضعتهم فاتو شكلات وخليتهم هكذا حتى ينشفو ومن بعد كنقدموهم معاكم فهذه مشكلات اللي حضرنا بعجين واحد وتبارك الله يعني را كيخرجوا كيميا مهمة وشكلات هكذا ساهلين بلا قطعة بلا شي حاجة كيجيو هكذا ساهلين لمنظر ديلهم سبين كنتمنا انكم تشرفوهم ممكن تستعملوه هكذا ولا تحضروا شكلات اللي بغيتوا إلا عندكم ما زالش شكلات آخرين اللي مون فينك تحضروهم ولا بغيتوا تحضروهم فبهذا العجين ممكن تخرجوا بانه شكلات اللي بغيتوا وهذا وشك دي الحليوات هكذا اللي حضرت معاكم فإلا ما زال ما حضرتوا هكذا حلوة هكذا العيد كنتمنا ان هاد الفيديو ينفعكم وتحضروهم تحضروهم تاريقتهم سهلة المنظر ديلهم كيجيزبين والمداقت ديلهم اكيد حتى هو كيجيزبين كنتمنا انكم تجربوهم ممكن هكذا بعجين واحد تحضرو هكذا خمسة دي الحكيلات إلا بغيتوا حتى تخرجوا منه أشكال أخرى ممكن تنوعو هكذا التبصيل وللطبلة ديل العيد ديالكم كنتمنا ان الفيديو ينال اعجابكم تجربوهم إلا عندكم شي سؤال مرحبا بكم وإلا عجبكم فيديو كنتمنا انكم تضروا الياجاة متبغطجة ومع السيقاء ديالكم إلا كنتم تزوروا القناة الأول مرة فكنرحب بكم ما سبخلوش الياب الاشتراك وتفعلوز الجرس باش يبقى وصلكم جديد الوصفات وما بقى عليها غير نقول لكم تلاقوا في فيديو جديد ووصفات جديدة إن شاء الله خليتكم الاخير وعيد مبارك سعيد